محطوبها جدهي ما تشتيله يا دوبها عيني رتزويله يا دوبها عيني رتزويله كل يوم السباح فيه الستة للتسعة تسمع شديد وميشف في يوم سعي هل من عادة التوانسة انهم يمارسوا الرياضة او على الاقل قداش نسبة التوانسة اللي يمارسوا الرياضة او المشي على الاقل يعني اي شكل من اشكال اي نشاط رياضي ضروري للبدن وضروري لنفس الانسان حتى يكون مقبل على الحياة كاحسن ما يكون معنا في الاستوجو سينيزار السويسي مدير عام التربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة صباح الخير سينيزار يومك سعيد مرحبا بيك صباح خير وشكرا على الدعوة وعلى الاهتمام بالممارسة النشاط البدني اللي في الحقيقة مهم جدا للصحة للبياناتر العديد الاشياء في الانسان للتوازن النفسي والاجتماعي نعم تحية رياضية اولا ونسلك توانسة يمرسوا في الرياضة بصفة عامة يعني هي في الحقيقة دراسة صارت في 2020 وتوقع دين نستعدوا باش نحينوا المعطيات تاعة واللي اثبتت انو النسبة كبيرة من توانسة ما يمرسوش الانشطة البدنية خلينا نقول ومش الرياضة النسبة هي في حدوث 83% من توانسة اللي عنيوا من الخمول البدني برشة 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 ولا سيدون تاريتي هي من رابع سبب في الوفايات في العالم كيفاش؟ هو رابع سبب يتسبب في الوفايات في العالم تنجم تكون حتى كيف نكون نمارس في نشاط نجم نكون مارس في نشاط رياضي ولا بدني وفي نفس الوقت سيدون تاريتي سيدون تاريتي التعريفة هو انو لفات اننا نقعدو على كورسي قدام الوردينتور لكران في العمل والا في وضعية مستلقي المدة اللي تفوق ثمانية ساعات في اليوم مش في حالة النوم غير حالة النوم ثمانية ساعات في اليوم برشة برشة وهذا في المجتمعات تول الكل وخاصة المجتمعات حتى المتقدمة هذي الظاهرة متاع الخمول البدني والسيدونتاليتي هي اللي قاعدين يعالجوا فيها خاصة عند المراهقين في العالم لموين هي 80% من المراهقين في العالم هما دي سيدونتال في تونس ما نمنيش بعد برشا في النصف أعمارهم من 12 إلى 17 سنة الدراسة ورات 82% من الشريحة العمرية هذي سيدونتال من وقت استحدثنا الأستجوة بهذه الشكل الطاولة والكراسي هذي أنا ما يستحين نتكلم قاعد واللي دي موقف أعتقد أفضل من القاعدة هو المنصوح تو أنه ساعة ومنعديه هاش وبعد نعمله حتى خمسة دقايق نتحركه في معمل في شركة في إذاعة في بنك في أي مكان عمل اللي على غالب الضرورة تقتضي هالخمول هذي وهالوضعية متاع الجلوس يلزمنا نقصها بخمسة دقايق في المدرسة وهذا يمنصوح به راهو من نجمش الصغير يقعد ساعتين وربعهم قاعد على كرسي وبعد نقوله ثم أنا شخص لي نقصها بشكلتربيه أو التصرف مهو شلائق ولا غيره راهو الصغير يلزم يفوقي لتقصها بشكلتربيه على قل بخمسة دقايق الصغير يتحرك شوي نعم نعم نجمش نقعده نخليه الصغير ساعتين قاعد في المدرسة كيف كيف في مواد في العمل في أي في المنزل في في أي يلزمنا يفوق يلزمنا نقصوا هاكل وقت متاع الجلوس بشوية نشاط نتحركه يمشي من بيرو لبيرو إذن رجال التربية وليحطوا في برامج البيداغوجية مدعوين أنهم يفكروا في هذه المسألة حتى ينشأ الطفل من اللي هو صغير من الروضة من المدرسة الابتدائية على حبته للرياضة وهو مهم جدا هو نشر الثقافة هذه يكون ذوما الكهول متاع غدوة ومالورزمون الدراسة أثبتت أنه مثلا عنها من 6 إلى 12 سنة اللي موجودين تقريبا في المدرسة اليوم كامل لنسبة النشاط البدني ما تفوتش 12% عنا 88% من أطفال متاعنا من 6 إلى 12 سنة سيد سيدونتير معناها مشكلة كبيرة برشا هدوما الكهول متاع غدوة وباش ننشر الثقافة هذه متاع الممارسة راي تصير في المدرسة عنها مادة اللي هي مادة التربية البدنية اللي تدرس مالورزمون التدريس ساعة واحدة في الابتدائي شوية بالكل ما هوش كافي بالمرة الأهداف تو مثلا متاع اليونيسكو ولا أهداف التربية البدنية الجيدة نقوله هو أنه الصغير يجينا للساعة هذيك بأقبال يجي موتيفي للساعة هذيك ويلد ويلزم كيف يخرج من الساعة هذيك خطر ما هيش كافية يتغرم يحب نشاط بدني في المادة التربية البدنية يواصل ممارسة خارج المدرسة هذه الأهداف الأساسية بتاع التربية البدنية هذه الأهداف العالمية اللي سطرتها منظمة اليونيسكو في التربية البدنية ولكن الوضعية الحقيقة متاع تدريس المادة نعرف وضعية مؤسسات تربوية بصفة عامة ووضعيات المنشآت الرياضية والمنشآت اللي مارسوا فيها النشاط البدني في المؤسسات هذه وضعية ضعيفة برشا أحيانا في عديد الجهات في الجمهورية الحقيقة عنا نسب تأثير ضعيفة في تدريس المادة حتى ساعة بارك أحيانا وفي عديد الأحيان ما نقاوش المدرس في عديد الجهات خاصة في المناطق الداخلية وفي الأرياف ما نقاوش المدرس اللي يدرس المادة يتلزوا المديرين متاع المؤسسات يعطيوا للأسات ذا اللي ما همش مختصين تثثة المواد النظرية كما الرياضيات ولا الفرنسية مش يدرس التربية البدنية وهذا في ذاته راه ينجم يشكل خطر خطر ما همش متمكنين من خصوصية المادة دونك عديد الأشياء اللي لحقيقة يلزم أن نراجعوها شوية وننخليه لالصغار متاعنا نعطيهم الفرصة إنهم يمارسوا النشاط البدني نعم أنتوما سي نزار السويسي في الإدارة العامة للتربية البدنية في الوزارة شنو المطلوب منكم حتى معناها تحفزوا الأطفال والشباب بشي مارسوا الرياضة والله هو كي ما قلت لك هو شوية تغيير احنا توشتغلنا في التربية البدنية على تغيير شوية البرامج البرامج متاعنا قدمت شوية الليزون فيه متاع رغبات الصغار تبدلت ما هو مش رغبات كي ما قبل إنو نمشي ولهم بالتربية البدنية رغبات الصغار تبدلت بالإيجابي ولا بالسلبي تغيرت الأنشطة أخرى اليوم بالعاول ما كل شيء أكسيسيبل اللي يعرفوا كل شيء شنو اللي زكت الأنشطة المستحطة وغيره ويحبوا حاجة جديدة يحبوا حتى الأنشطة اللي كنا نلعبوها قبل هكالألعاب التراثية دونك يلزمنا نبدلوا شوية التقليدي معاتش يميلوا لبرشة لما شوية عزوف على المادة يلزمنا نجدوا شوية في البرامج باش نغرموا صغيرات بالبرامجين لكن في الوزارة رغمثاً مش كان التربية البدنية خطر وزارة شباب ورياضة مثلاً هو تونس يمكن من البلدين القليلة اللي في العالم العربي وإذا كان مناش البلد الوحيد اللي قام بدراسة باش يشوف نسب ممارسة النشاط البدني في العند التونسيين معناها تقريباً البلد الوحيد العربي اللي عنده على قل دوني على الشيء عدينا بعد إنه تحط بلان داكسيون باش نحسنه ونقولوا مثلاً كنا في 17% في 2020 كيفاش نوصل لنسب أرفع من الممارسة هذي الهدف الممارسة هذي راهي مثلاً خذات تونس جائزة من عند منظمة الصحة العالمية الأحسن هيكل إداري يشجع على ممارسة النشاط البدني صحيح الأنشطة يمكن تكون أنشطة محدودة في الزمن مثلاً ماشي هكي الاستمرارية وهذي اللي يلزمنا نسعاوله وهذي راهوسي ترونسفرسال يمس عديد الوزارات يمس التربية التعليم العالي الصحة خطر بالأساس هو إشكال راهوسي دون تاريتي العواقب المتاحة هي صحية بالأساس قلت لك رابع سبب في الوافيات عنا في تونس عنا 15% من التوينسة راهوم مرضى بمرضى 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 السكري عنا 26% تونسي 26% من التوينسة يعني يوم السمنة 26% من ضغط الدم هذا النشاط البدني راهو يحمينا مش شيء هذي ما ينجم يكون زادة وسيلة للعلاج من الأمراض هذه وعديد الطباء يوصفوا النشاط البدني كوسيلة للشيء نعم سينيزار بشناديلك مقطع غنائي من غنائي حبيناها من اللي احنا صغار لعب الكورة رياضة في العالم مشهورة إذن سينيزار رياضة مش لعب كورة رياضة بمختلف أنواحها يعني لابد أنها تشدد الأطفال والشباب حتى البلديات مدعوة بيش تتعاون معاكم أو أنتم تتعاونوا معاها بيش توفر فضاءات ومسالك أيضا بيش الواحد يمارس الرياضة متاعه حتى أقل شيء يمشي في الحومة متاعه هو بطبيعة الحال كما قلت لك هو شأن وطني رهوما هو شأن يخص وزارة شباب الرياضة خطر ممارسة النشاط البدني اليوم كيسألنا عن الرياضات الممارسة وشنية عند 17% اللي يمارسوا شنية أكثر رياضات تتمرسوها في المرطة الأولى كورة القدم بطبيعة واللي فاجأنا أنه في المرطة الثانية عنا رياضة لرندوني وإلا المشي بصفة عامة وصحيح أنه اليوم لكلنا حتى كي نخرج ونمشي ومثال ماشيك الظروف اللي تخلينا نمشي حتى في بأمان و بأريحية يعني كلاب سايبة أو ساخ منتشرة معنى هالتونسي متخاصم شوي موش متصالح مع البيئة لا برشا كيما اللي يسوقوا في الكرهب متخاصمين مع القانون ومع إشارات المرور روش هيبها ترى هي أشياء بسيطة كان تمشي لأي دولة أوروبية لحقيقة تمشي تمشي ومرتاح تمشي في تونس نلقاو صعوبة حتى بش مارسو أسهل رياضة اللي هي المشي وهي رياضة رهي كاملة تمس كل شيء تمس العضلات تمس الإزارتيكولاسيون تمس خاصة الجهاز التنفسي والجهاز السيستام كارديوفاسكولير واللي لحقيقة هذوما المسببات متاع الأمراض هذي أنه ما نعتنيوش بدن متاعنا في الوقت اللي لازم يعني هي ثقافة كاملة هي ثقافة كاملة ويلزم على الأول ثم صعوبة على الأول خطرتها رو مش حاجة صعيبة بش نقوله إنسان يمارس نشاط بدني يلزم نتبعه توصيات منظمة صحة العالمية مثلا من 6 إلى 18 سنة يلزم ساعة على الأقل في اليوم نشاط بدني بنسق عليه من 6 سنوات إلى 18 سنة إلى 18 سنة ساعة في اليوم على الأقل يلزم على الأقل ساعة في اليوم فما لي منعملش حتى الزوزقايق بعد من 18 فما فوق عند الناس كل يلزم على الأقل 30 دقيقة في الخمسية على الأقل وماذا بينا أكثر يقولوا مثلا ثم النظرية حتى أنا مقصر في حق بدني حتى لظروفي الصحية اللي مريت بها نتشجع ساعات وظروف ساعات تحكم مش معناها نبخل في المستمعين بالعكس نشجعوكم ونحمسوكم وندعوكم مع سينيزار بش تمارسوا الرياضة لأنه الرياضة تقي من برشة أمراض وتعاون على أنه الإنسان يبرى من برشة أمراض ينقص في الدويات والحقيقة راه معناها كي نقولوا توثم حتى بهالي سمارتفون ولا هما ديزابليكاسيون ثم مثلا ليبودوميتر بش نقيصوا عدد الخطوات في اليوم يقولك مثلا تشالانج ولا كي توصل عشر آلاف خطوة في اليوم راه حققت المطلوب اليوم عشر آلاف خطوة الحقيقة هو برشة معناها خطر حتى في بلدان متقدمة مثلا فرنسا لمويان هي سبع آلاف خطوة معناش في تونس قداش تونس يمشي من الخطوة في اليوم في أمريكا أربع آلاف خطوة يقولك أربع آلاف كافي في فرنسا يقولك السبع آلاف وبش نكملو الثلاث آلاف الباقية يلزمنا ثلاثين دقيقة ماشي واحنا في تونس احنا في تونس الحقيقة معناش معناش الأحصاء عن الأحصاء التبناء أكثر على الكيستيونير اللي قمنا بيها على الدراسة اللي كانت على الأنشطة البدنية اللي يقوم بيها الأنشطة البدنية للترفيه والأنشطة البدنية الرياضية وحتى الأنشطة البدنية المنزلية الجرديناج بريكلاج كلها رأي تعتبر نشاط في الصين وفي اليابان مثلا نتصور عندهم ثقافة عندهم نشاط عندهم هما مجتمعات نشيطة لحقيقة عندهم ثقافة ممارسة بشكل كبير برشة هما في اليابان هو البودومتر اللي نحكيوا عليه اللي قيس عدد الخطوات وحطوها في العاشر آلاف وتم اختراعه في اليابان هما اللي ينصحوا بالعاشر آلاف خطوة خطر هما وتقريبا حتى كيف نشوفه البنية الجسمانية متاحهم كلهم معني ما يعانيوش من الإشكالات اللي هنعانيو فيها احنا بحتى بالعين المجرد نشوفه حتى عند الأطفال اليوم ما ظهرت الارتفاع الوزن اللي سيشارج بونديرال اللي سيشارج السمنة اللي انتشرت بشكل كبير خاصة عند الصغيرات بهالغرام اللي عندهم بهالديبندانس اللي عندهم اللي زكرون مختلف أنواح اللي عديوا قدامها وقت كبير وحاجة تو شوية كنا في الثقافة والفن من الأسئلة اللي سألناها للأطفال متاعنا كما تعملش نشاط بدني شنو النشاط اللي تعاوذ به وعطيناهم يختار عديد الأنشطة الأنشطة ثقافية مسرح موسيقى رسم رقص مطالع غيره هذو ما ما تعداتش عند الأطفال متاعنا ثنين بالمئة يعني ثناش في المئة نشاط بدني ثنين بالمئة نشاط ثقافي وانا نشوفه في النتاج في الشارع متاعنا في المؤسسة التربوية متاعنا هذو ما الكهول متاع غدوة وهذا اللي فسره الظاهرة متاع العنف يفسل هالظواهر الغريبة اللي نشوفه فيها في المجتمع متاعنا الكلو ركزنا أكثر على جانب المعرفي في المدرسة فقدت شوية جانبها التربوي نحين النوادي الثقافية وما عادش هاك الكيمة كانت في حتى بشوية نوستالجية في سنوات سبعين هو مشكل فضاءات أيضا مشكل وعين تاع الإطار التربوي والمعهد والمدرسة اللي ببارشها مديرين ما همش متحمسين عديد الإشكاليات اللي حتى الوليه اليوم أنه ولده مثلا في الابتدائي بالنسبة لله يوصله للبيلوت ويجيب معدل بي التوازن النفسي متاع صغيره وأنه صغيره يكون إكيليبري في مع ذاته ومتصالح مش في اعتباره الأول ماهوش في اعتباره الأول وهذا يراهو أشكال كبير ورانا مش نبنيه إنسان قبل ما نبنيه تلميذ متفوق كان في الدراسة ينجم يتفوق في الدراسة ويعملك ديفياسيون في أشياء لا يحمده هو باقي يكون فيما التوازن ما بين الكفاءة ما بين طلب العلم ما بين النجاح وكذلك اللي بدان دعوا يكون فيه توازن يعني هذا ضروري شكرا لك سينيزار سويسي شكرا مدير عام التربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة إن شاء الله بالتوفيق ويومك سعيد شكرا لكم سعيد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة